إذا كان عملك يتطلب منك أن تسافر بشكل متكرر فربما تتنقل مستقلاً سيارتك أو دراجتك وبالتالي فإن عنوان حوادث الطرق يعتبر من الموضوعات الهمة لديك والآن دعنا نتحدث بصراحة هل تتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة؟ وهل أنت ملتزم بوضع حزام الأمان أو ارتداء الخوزة أثناء القيادة؟ أم أنك تجدها غير مريحة؟ فهناك عدة مستويات للأمان أثناء القيادة وهم إذا كانت سيارتك غير آمنة فإنك غير آمن أيضاً عدد أكبر من الركاب يعني عدداً أكبر من المخاطر حمولة غير آمنة تعني رحلة معرضة للخطر الاستعانة بسائقين غير مؤهلين لعملية القيادة يعني احتمال أكبر لوقوع الحوادث الإرهاق الشديد يعني احتمال وقوع الحوادث لا تتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة فإن هذا ربما يعرضك للخطر الرحلات الغير مخططة تعني إمكانية وجود المخاطر حزام الأمان يعني حياة آمنة دائماً ضع الخوزة لحماية رأسك هذه هي مستويات الأمان أثناء القيادة